السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيادة جديدة برسوم خدمات بعض البنوك في مصر وعرف وصلت لكام المبلغ هتتخصم من حسابك البنكي وممجدار تلك الزيادة بس قبل من اتكلم على التفاصيل نرجو الاشتراك في القناة وعمل لايك الفيديو بتكشف تقارير صادرة عن قرار عدد من البنوك العاملة في مصر برفع قيمة رسوم الخدمات الإدارية في الحسابات البنكية سواء كان حساب توفير أو الحساب الجاري ووصلت قيمة الزيادة الجديدة التي تم تطبقها إلى 50 جنيه البنوك التي تطبقت رسوم جديدة ووضحت تقرير أن هناك عدد 2 من البنوك من ضمن البنوك المعرفة في مصر رفعت قيمة رسوم الخدمات الإدارية وهما البنك العربي الأفريق الدولي وأيضا البنك الأهلي قطر الوطن بالنسبة لارتفاع رسوم خدمات فتح الحساب والرسوم الإدارية البنك الأهلي قطر وفي البنك الأهلي قطر الوطني تم رفع رسوم فتح الحساب الجاري لأول مرة أيضا وحساب التوفير وصلت الرسوم إلى 105 جنيه بدلاً من 75 جنيه أما بالنسبة للرسوم الإدارية التي يتم تطبيقها كل ثلاث شهور وصلت إلى 65 جنيه بدلاً من 50 جنيه كما تم رفع قيمة الرسوم على كشف الحساب الورقي الربع سنوي إلى 100 جنيه بدلاً من 75 جنيه رسوم خفض الحد الأدنى للرصيد هناك الرسوم أيضاً بيتم فرضها في حالة انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى بالحساب وبتصل بالبنك الأهل القطري إلى 20 جنيه في حالة انخفاض الرصيد عن 3000 جنيه بالنسبة لرسوم الخدمات في البنك العربي الأفريقي وعلى الجانب الآخر قام البنك العربي الأفريقي بتطبيق زيادة على رسوم الخدمات المصرفية وكانت كالآت كيمة المصرف الإدارية الشهرية على الحساب الجاري والتوفير 65 جنيه كيمة فتح حساب جاري أو توفير لأول مرة 150 جنيه كيمة رسوم كشف الحساب الورقي كل ثلاث شهور 150 جنيه رسوم تجديد بطاقة الخصم ب125 جنيه ويتحدث ذلك وفقا لنوع البطاقة رسوم 100 جنيه في حالة انخفاض الحد الأدنى للرسيد البنكي عن 5000 جنيه وبكده هنكون تكلمنا عن بعض الزيادات في رسوم خدمات بعض البنك في مصر وفي البنك QNB والبنك العربي الأفريقي لو عجبك الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك للمزيد من الفيديوهات عن البنكة المصرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر